بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبائبنا طلاب تلت سنوي ازايكم عاملين ايه ربكم نوك خير عندنا ان شاء الله النهاردة الحصة الاولى من مراجعة الكلمات واللي فيها بنراجع على اهم كلمات الوحدات مش كده وبس بنحل كمان على كل وحدة اكتر من مئة سؤال على الكلمات نبدأ على طول علشان ما نضيعش وقت افكرك اول حاجة بالوحدة الاولى واللي كانت بعنوان لكلوب ديسبورتيف يعني نادي الرياضيين ابرز حاجة كنا بنقابلها في الوحدة الاولى الافعال المتعلقة بالرياضات زي ايه تعالى كده نروح لأول جزئية اول جزئية عندنا هو الفعل اللي كان اسمه فير واللي كان مهم جدا ان انا بقى عارف انه بيستخدم مع الانشطة والرياضات بجميع انواعها والفعل اللي اسمه فير اذا استخدم مع نشاط او رياضة فانه يدل على احترافية الشخص ده في ممارسة هذه الرياضة يعني يمارسها باستمرار والمهم كمان في الفعل فير انه فعل مجموعة تالتة فنة لازم اكون عارف تصريفاته الاوهية يبقى اول جزئية اقدر استخدم الفعل فير مع ايه؟ مع جميع انواع الانشطة والرياضات تاني جزئية لازم اكون قادر على تصريف فعل فير واكتبه صح لانه من اهم الافعال عندنا في الوحدة الجزئية التالتة ودي مهمة جدا لازم ابقى عارف الفعل فير بيأتي بعدي ايه من ادوات فكنا بنقول اذا استخدم الفعل فير مع النشاط او رياضة لابد ان يأتي متبوعا باحدى ادوات التجزئة الاربعة عندي حاجة اسمها دو بيأتي وراها اسم رياضة مفرد مذكر عندي كلمة دو لا بيأتي وراها اسم رياضة مفرد مؤنس دو إلا أباستروف اسم رياضة مفرد 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 تبدأ بمتحرك طب دي يأتي بعدها اسم رياضة جمع بنوعي والأهم من ادوات التجزئة ماذا يحدث اذا تم نفي الفعل اللي اسمه فير يعني لو فير ده تعرض للنفي بان انا امت جاي هنا حاطط علامة النفي الاولى اللي اسمها نو وامت رايح الناحية تانية عامل علامة النفي تانية اللي اسمها با فقاعدة مهمة بتقول عند نفي اي جملة بتحتوي على ادات تجزئة 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 يتم تحويل هذه الادوات الى حاجة اسمها دو او دو ابوستر تعال نشوف جملة عليها الجملة اللي حضرتك بتشوفها الاولانية بيقول فيها الفي هي تمارس ناتاسيون سباحة ابا ضمير فاعل اسمه هي ادات تصريف فعل فير بناء على اليل تبقى في ثم نقط وكلمة ناتاسيون اكيد بعد فعل فير ادات تجزئة تتنسب مع هذا الاسم او النشاط او الرياضة طب سباحة انت عارف ان هي كلمة مفرد مؤنس منين اي كلمة تنتهي بالصوت اللي اسمه سيون يبقى هي كلمة اكيد مفرد مؤنس اجيب هنا واحدة مفرد مؤنس يبقى اخد رقم ا اللي هي دولاناتاسيون طب تعال نشوف جملة تانية في عملية النفي لو انا عندي جملة زي دي منفية بيقول فيها ان جن في با اي نفي يقع على الفعل اللي اسمه فير بالشكل اللي حضرتك شايفه قدامك اي نفي يقع على فير بدون ما تفكر اخبط يا اما دو يا اما دو ابوسترف امت دو ابوسترف لو كان هذا الاسم او النشاط او الرياضة يبدأ بحرف متحرك يبقى دي اول جزئية عندنا اللي مهمة جدا في الواحدة الاولى تعال نروح للجزئية التانية هاجب لك الفعل اللي اسمه جويه ولكن هلاخبطه لك شوية تعال كده نبص على اللي هيجي الكلمة دي اللي انت شايفها قدامك هل تقدر تستنتج معناها وانت قاعد دلوقتي من نفسك ها ها قلتها ايه يلعب غلطان كلمة جوار بتأتي بمعنى لاعب يبقى ده اسم من الاسماء مش فعل من الافعال يبقى اي اسم عندي لابد ان يتم او ان يسبقه محدد من المحددات يبقى كلمة جوار بمعنى لاعب طب مستر هي ايه مؤنس الكلمة اللي اسمها جوار مؤنسها لاعبة اضيف بدل الار اعمل كده فاقول انجواز لاعب ولاعبة طب فين الفعل بقى اللي هو يلعب عشان ده كان مهم جدا في الوحدة الاولى اهو يا سيدي قدام سيادتك عندي الفعل اللي اسمه جوه بيأتب معنى يلعب طب نلخبط كمان شوية الفعل اللي هيظهر هناك ده عارف معنى ايه اه تقول لي يا مستر خدنا قبل كده ان الفعل ده بيأتب معنى تلعب يعني ايه الفرق ما بين الفعلين بالعربي الفعل الاولاني يا حبيب قلبي لازم تبقى عارف ان معنى انه الفاعل شخص هي تلعب باسكت الفاعل شخص والمفعول شخص تاني يعني هي هنا الفاعل والباسكت هي المفعول طب الفعل تلعب الفاعل والمفعول هو نفس الشخص لان ده فربي برونو مينو يعني فعل زو ضميرين فالفاعل والمفعول نفس الشخص طب ما تديني جمل عشان اشوفها حاضر لو جينا مثلا للجملة الاولى بيقول فيها لباسكت لعبة السلة نقط اليد اسأل سؤال مهم حضرتك شغال على يلعب ولا تلعب استنى كده نقولها بالعربي لعبة الباسكت تلعب باليد اذا اي اختيار للفعل اللي اسمه جوه فقط اللي بيأتي بمعنى يلعب طير بالسلامة محتاجوش احنا هنا بنربط المتشابهات ببعضها طب احط هنا ايه تعالي على الباسكت عوض عنها بضمير فعل اسمه ال وصرف فعلك عادي مجموعة اولى احذف النهاية ال او ار وضيف النهاية مع ال ال تبقى ا طب ده يا مستر تمشي لا التصريف هنا غلط طب تعالي نشوف كمال جملة على الثلاث حاجات اللي قدامك يبقى نركز ان اللي فوق اسم واللي اتنين دول افعال نروح بعد كده الجملة بيقول فيها لباسكت لعبة الباسكت سوجوه اه يعني ايه سوجوه عمنا يعني تلعب ما احنا خلاص بنسبت بقى المعلومات لعبة الباسكت تلعب اه بوسطة سانك خمسة الباسكت بتلعب بخمس ايه يا طرى ده فعل شيل ده فعل يلعب غير تلعب بخمس سباحين ترجم بقى دي نجار يعني سباح يا طرى تتلعب بخمس حكام اربيتر لا طبعا وخلي بالك ان كلمة اربيتر من الكلمات اللي لقوه فيها اصلية فتمشي حكم وحكمة الحكمة على ايه والله لو حط صفة اشارة مثلا ست كده يبقى يقصد بهذه الكلمة حكمة لكن لو حط قدامها س هلينفى يحط قدامها سوق لعيب يحط قدامها ست بتي واحدة لان الكلمة دي مفردة وتبدأ بمتحرك فالب من سوق الى ست يبقى هنا جابت الصحيحة هي رقم دي يبقى كرة الباسكت تلعب بوسطة خمس لاعبين قلنا الحاجات المتشابهة نروح بقى للفعل جوي امتى كنا بنقدر نستخدم جوي لو ناسي افكرك مع اي رياضة او اي نشاط في كرة او عصة او لعبة زهنية وعقلية او اي نشاط موسيقي ما تنساش يبقى هنا جوي ممكن استخدمه يستخدم هذا الفعل مع الرياضات التي تحتوي على كرة او عصة او العب زهنية وعقلية واي حاجة من التلاتة دول باكتج مع بعض يأتي بعده الاربعة دول يأم حاجة اسمها اي يو على الا الا ابوستروف اي او اكس ولا تنسى المعلومة المهمة اللي انا اقولها لك دلوقتي ان اصل الحروف اللي انت شايفها قدامك يعني اصل الا اي يو اصلها حرف جر اسمه ا زائد لو طب واصل الا اصلها حرف جر اسمه ا زائد لا طب واصل الا الا ابوستروف ا و الا ابوستروف طب واصل الا اي و اكس ا زائد لا فدي مهمة جدا ان جوي بيأتي بعده اصلا حرف جر مش اداة تجزئة طب الفعل جوي ده شباب لو تعرض للنفي يعني لو انا حطيت قبل جوي عالمت النفي الاولى هنا وعالمت النفي التانية هنا هل اغير الادوات الاربعة اللي بالله احمر دول هل اغيرهم اغيرهم الادوء او ضوء ابوستروف الاجابة قطعا لا لا لانه القاعدة العامة للنفي كانت بتقول اذا الجملة المسبتة المسبتة بتحتوي على اداة ناكرة او تجزئة لدي اداة ناكرة ولدي اداة تجزئة وبالتالي مغيرش الادوء او ضوء ابوستروف طبق الادوات كما هي تتبع الاسم اللازي يليها ننتقل بعد كده للجزئية التانية مهمة جدا برضو إن جوية ممكن يستخدم مع الألعاب الموسيقية ولو استخدم مع الألعاب الموسيقية ما يجيش بعضه أدوات تجزئة طب قال لا ما دي شكل أدوات تجزئة لكن مش أدوات تجزئة دي اسمها إيه حروف جر مضغمة يعني لما جا فك الشكل الأولاني ألا إيه عبارة عن حاجة اسمها دو حرف جر زائد ل لكن مع فار كانت دي يو دي اسمها أدوات تجزئة يبقى من هنا أثبت في دماغي إن أول استخدام لأدوات التجزئة أنا بشوفه في منهج تالتة مع فعل فار مع الأنشطة والرياضات ودي جزئية مهمة جدا طيب قلنا كمان إن جوية لو تعرض للنفي تبقى الأدوات كما هي ولا تتغير كده يبقى إحنا عدنا على فار ثم جوية نروح بعد كده للأفعال التانية اللي بتأتي مع الأنشطة والرياضات ألا وهي أفعال الميول يعني إيه ميول؟ يعني الأربع أفعال اللي انت شايفهم قدام سيادة وإحنا هنا ما كتبناش فعل كمان فاكرو تقول لي فاكرو ده أنا حافظه الفعل ده كان اسمه خاتي كيه كان بيأتي بمعنى إيه؟ اللي والله بيأتي بمعنى يمارس الأربع أفعال اللي حضرتك شايفهم قدامك دايما ما يأتي بعضهم أدب معرفة مع الأنشطة والرياضات فهنا لو أنا عايز أعمل جملة من الجمل بيقول هنا جم لفوتبول أنا بحب كورة القدم الجملة التانية بيقول لي فيها في حالة الإسبات الأداة زي ما هي وفي حالة النفي الأداة زي ما هي لأن القعدة العامة أصلا من النفي بتقول لو الجملة المسبتة بتحتوي على أداة ناكرة أو تجزئة ودي بنسميها عندنا لو حضرتك فاكر أداة معرفة وبالتالي لا تتأثر ولا تتغير دي تعريبا كانت أهم حاجة عندنا في الوحدة الأولى وفي الدرس الأول وحضرتك ما تقدرش تعد الدرس الأول إلا لو ماسك المعلومات دي كويس جدا خلصنا دي نروح بعد كده لشوية كلمات متشابهات أول كلمة بتقابلني هي كلمة اسمها هي يعني إيه كلمة دي بأسألك قبل ما تقول لي معناها أسألك سؤال الأول مهم هو ده يعتبر اسم ولا فعل تقول لي لا أنا تعلمت خلاص أي كلمة قدامها محدد يبقى ده اسم من الأسماء جدع فأقولك بقى معناها إيه فتقول لي أنترينمو بتأتيب معنى تدريب قولك الله ينور عليك كلمة أنترينمو اللي أنت شايفها قدامك بتأتيب معنى تدريب في منها اتنين كمان شكلها إيه هما؟ الأولانية كان اسمها أنترينار يعني مدرب وخلي بالك أن كلمة مدرب دي مدرب خاص بفريق لأن فيه كلمة مدرب تاني هناخدها كمان شويه طب ما هي مؤنس كلمة أنترينور أو أي كلمة تنتهي بالمقطع أر مؤنسها أنترينوز مدربة طب الكلمة بقى مستر اللي هي كانت معنى مدرب لكنها مختلفة شويه كان اسمها إيه؟ اسمها أنمونيتور يعني مدرب لعبة فردية يبقى مهم جدا نفصل وعرف الفرق ما بين أنترينور مدرب لعبة جماعية ومونيتور مدرب لعبة فردية بتلعب كاراتير بوكس ملاكمة بتلعب تصلق الجبال انت محتاج هنا مونيتور مش أنترينور بعد كده نروح لفعلين شكل الكلمات اللي احنا كتبناها فوق الفعل الأولاني اللي اسمه أنتروني تتوقع يبقى معناه إيه؟ أنتروني يبقى معناها يدرب يدرب يعني الفاعل المدرب والمفعول اللاعبين يعني إيه لاعبين؟ فاكر جوار طيب الكلمة دي معناها إيه؟ يدرب طيب أنا عايز أقول أنا أتدرب يتدرب كان فعل اسمه سانتروني يبقى نركز قوي على الحاجات المتشابهة عشان ما تلخبطناش في الامتحان وترجب بشكل صحيح لإن إحنا اتفقنا الترجمة والكلمات تقريبا 85% من اللغة بتاعتنا تعالي نشوف أمثلة على الكلمات اللي حضرتك شايفها قدامك واللي لازم تحفظها كويس جدا أول جملة بيقول فيها س إنه بيكون كي من الفعل ده حبيبي بمعنى أنترين ده مين اللي بيدرب بيدرب مين اللي بيدرب اللاعبين؟ خد معاني كلمات الحكم لا طبعا المدرب ده إجابة صحيحة إنه بيكون المدرب الذي يدرب اللاعبين طب كلمة ديركتور يعني مدير؟ لا غلط يعني راقص حد بيترقص مش قاعد مزبوط على مكتبه ده برضو إجابة خاطئة تعالي نشوف كمان جملة بيقولي هنا المدرب نقط ساجوار المدرب نقط لاعبيه طب نسأل هو إحنا شغالين على الفعل اللي اسمه يدرب ولا شغالين على الفعل اللي اسمه يتدرب طب تعالي نجرب المعاني المدرب يتدرب لاعبيه؟ لا ما تديش أي معنى إذن المدرب يدرب لاعبيه يبقى الفعل هنا شخص والمفعول هنا شخص تاني يبقى أنا شغالة على الفعل اللي هنا شغالة على الفعل اللي هنا اللي هو يدربه يبقى اي حاجة فيها تغيرات السوء اشيلها برا اللي هي زي رقم دي وكمان رقم سي فاضل اتنين اما انترين اخرها او اس تصريف مع تي ودي اجابة طبعا خاطئة يبقى اخد الصحيحة اللي هي رقم بي يبقى المدرب بيدرب لاعبي عندنا بعد كده نروح على الجملة رقم ثلاثة بيقول لي حط صفة اشارة قدام هذه الكلمة خلي بالك من نفسك دي بتأتي بمعنى مدربة والله كلمة مدربة هي كلمة مفهد مؤنس فعايز نحط صفة اشارة عايز يقول هذه المدربة بتكون لطيفة فاختر كلمة ست اللي هي رقم دي وهي دي الاجابة الصحيحة طب يا مستر حنايا لو هو غير وبدل بدل كلمة خليها مدرب بدل دي اصبحت بالشكل ده ركز بالله عليك كده لو سبها لي بالشكل ده وعمال لي نفس الجملة اختار انا واحدة اختار كده انت الاول لو رحت تختار الاولانية اللي اسمها س س س س دي يعملها ليه غلط لان احنا نبهنا قبل كده وقلنا انه عندنا صفات الاشارة الصفة المفرد المذكر لها اتنين بي بشرط من الكلمة اللي بعدها هنا تبدأ بحرف ايه تبدأ بحرف الساكن طب دي بدأ بمتحرك اقل من بي الى سي طب مستر ما هو المفرد المؤنس دي بدأ بمتحرك وهنا فيه اخيرة حرف متحرك عادي ولا يجري اي حاجة لانك فعل مؤنس بتقول س س س س فاسبها زي ما هي طيب اللي بعدها عندي الجملة رقم اربعة بيقول لي بيخيرني ما بين افعال طبعا لان الجملة او الاسم الاولاني ده الفاعل وده المفعول الاطفال نقط النادي بيدربوا النادي لأ يبقى انا مش شغال على ده انا شغال على التاني سونتروني يتدرب يبقى الاطفال بيتدربوا في النادي في قاعدة مهمة بتقول ان ده بنسمي ضمير مفعول يتغير بناءا على ضمير الفاعل مع الاطفال اللي هما يطغير يبقى السوق يبقى الاول انا شغال على نهو على الفعل اللي هو زو دمير ظو ضمير اه اه ايه زو دميرين قاسف اللي هو ده يبقى مع الاطفال عوض مع ال الية وك اس بسوق دي فيها سوق معي، دي مفعه سوق بالسلامة طب دي فيها سوق معي دي مفهزب السوق بالسلامة. تصريف الاطفال مع ال ال reh اللي هي رقم دي يبقى نركز على الكلمات دي مهمة جداً وهتلاقيها دايماً في القطع او في المؤشر Staff الامتحنات. نروح بعدها لجزئية مهمة كمان برضو بعض الكلمات المتشابهة. لو انا روحت الكلمة زي كلمة لاناتاسيون فقلت لك معناها ايه? فتقول لي معناها سباحة. طب اخد بقى مع ناتاسيون حاجة تانية اسمها الناجار سباح الراجل بيعوم اسم من الاسماء طب اخد مع كلمة سباح المؤنس من ناجار تبقى ناجاز سباح وسباحة انا بحفظك كلمات ارجوك ركز في الكلمات. اخد منهم فعل اسمه ناجي بمعنى يعوم. واخد اكس بريشام كمان بمعنى فيردو لاناتاسيون يمارس السباحة. اذا كل دول يصبوا في حاجة واحدة خاصين بلاعبة السباحة لاناتاسيون دي الرياضة. طب ده اللاعب ناجار. طب ده اللاعب ناجاز. طب يعوم جو ناج. انا بعم مثلا دون لابسين في البسين. هي نفسها فيردو لاناتاسيون يمارس السباحة وتعالى نعمل عليها جملتين بيقولي هنا اولاد عمي. اما ده فعلا اولاني مصرف. يبقى انا عايز بعده. رقم اتنين فعلا في المصدر ومعنى الفعل يكون صحيح اولاد عمي بيحبوا في النهر. بيحبوا ايه? يطرى بيحبوا يسبحوا. ماشي. طب بيحبوا يرقصوا. يرقص. ترجم ما دي من ضمن الكلمات اللي انت لازم تحفظها. يرقص لا. طب يطرى بكرير يجري. طبعا لا. طيب يطرى دي سيني يرسم؟ طبعا لا. يبقى باخد الاجابة الصحيحة بنانا على معنى الكلمة. نروح للي بعدها الجملة التانية بيقول لي بيكون او بتكون ان بتكون رياضة وكلمة ناتيك حبيب قلبي معناها مائية او بحرية ايه من الرياضات اللي اربع اللي انت شايفة بتكون رياضة مائية؟ اللي سكي لا تزلج على الجليد. التينيس لا. طب السباحة لناتاسيون اه اجابة صحيحة طب تسلق الجبال ترجم ترجم المعاني. ده من ضمن الحصة ترجمة المعاني بتاعة الجمع اللي احنا بنخطها مهمة قوي. نروح للجزئية اللي بعدها في السؤال الثالث الفان هم بيلعبوا سباحة شاكسومن. بيلعبوا سباحة كل اسبوع. ما كلمة سباحة اصلا مؤنسة مع الفعل اللي اسمه فير اللي كان في اول جزئية اخدناها اجيب اداة مفرد مؤنس ما تنفعش لا. لان فير بعده اداة تجزئة ولو بتاعت مذكر يبقى اخد دولا ناتاسيون تعالى ننتقل للجزئية اللي بعدها واللي هي برضو عبارة عن شوية كلمات. عندي كلمة بتأتيب معنى ايه? بتأتيب معنى معدة. لو اتجمعت هتبقى يعني معدات. طب كلمة معدات دي او ادوات بتأتيب كم معنى عندنا في اللغة بتاعتنا قال لي خد يا سيدي عندك بتأتيب برضو بمعنى معدات الكلمة دي مهمة جدا طيب عندي كمان كلمة شكل كلمة ولكن بتأتيب معنى فريق ولا تنسى ان الكلمة دي مفرد مؤنس المحدد قدامه ركز الله يبرك لك الكلمة دي مفرد مؤنس طيب تعالي نشوف جمل كده على الثلاث حاجات دول. بيقول لي احنا شغلين كلمات يا جماعة بس لكي تعبر عن ملكية دو آ آنسترمو عشان تعبر عن ملكية معدة وما تنساش ان كلمة بتأتيب معنى عندي في اللغة ملكية عشان حضرتك تعبر عن ملكية معدة من المعدات الرياضية ماذا تقول انت؟ استخدم صفات ملكية معا هقول انها بتكون ساكت سبور شنطة رياضة لا طب ستانس بور دي رياضة كلاسيكية برضو لا طب سيما ركت ده بيكون مضربي اه عبرت عن ملكية المعدة الرياضية اللي هو المضرب عن طريق صفات ملكية النفسي اذا دي اجابة صحيحة طب ده بيكون سيمون ليفرا ادي ملكية ولكن دي مش معدة رياضية دي اداة مدرسية اللي هي هروح للجملة التانية بيقول هنا لجوار اللاعبين دي للساعدان دلوقتي يحبون بيحبوا كلمة ايكيب هو هنا عايز يحط صفات ملكية تتناسب مع كلمة ايكيب اللي هي فريق كنت قلت لك قبل كده وانت بتحل في صفات الملكية لازم تكون بجناحين الجناح الاول انا اتحدد المالك المالك هم لجوار اللاعبين خدت الكلمة دي انت من شوية يعوض عنها بالالفك اس وصفات الملكية المرتبطة بالالفك اس حاجتين اما عندي حاجة اسمها لور او عندي حاجة اسمها لور وعليها اس لو الاسم اللي بعد النقاط مفرد اخد لور لو جمع اخد لور وعليها اس حل انت كده قابلي ايه روحت خدت دي طبعا غلط بقال الكلمة معناها يدي جمع الى ان استخدامها مفرد يبقى كلمة ايكيب دي مفرد فريق واحد بس فاخد معاها ايه اخد معاها طبعا رقم سي اللي هي كلمة لور يبقى نركز على كلمة فريق هي كلمة مفرد مؤنس معناها يدي جمع الا انها مفرد مؤنس مفرد مؤنس تعال امشوف اللي بعدها بيقول هنا انا اشجع مش الكلمة دي مفرد مؤنس اه طب يا مستر تبدأ بحاجة بمتحرك مايفرقش معايا لان صفة الاشارة المؤنسة هي فقط كلمة ست اللي بعده تعال امشوف شوية كلمات تانيين عندي حاجة اسمها بتأتيب معنى منافسات وهي كلمة مهمة برضو عندي كمان كلمة زي كلمة يعني مسابقة يبقى اللي اتنين بيساوي تقريبا نفس المعاني ولكن الاشكال مختلفة اروح كمان لكلمة بتأتيب معنى دورة برضو بتدي نفس المعنى تقريبا بتاعت الكلمتين اللي احنا قلناكم عندي كمان كلمة بمعنى بطولة يبقى اللي اربع كلمات دول مهمين اوي اللي اربع تقريبا معناهم حاجة واحدة هنا بيقول لي دي كلمة جديدة بتأتيب معنى استراتيجية وبتساوي في المعنى برضو كلمة يعني خطة يبقى الكلمات اللي احنا بنقولها دي كلمات مهمة جدا بتتكرر في القطع والمواقف خلي بالك منها تعالى نشوف مثال بيقول لي هنا يبقى الفريق وده زي ما بنسميه ماضي مركب كل ده على بعضه بترجم بس الفعل ده اللي هو يفوز فالفريق فاز دي بمعنى بفضل بفضل الخطة طب اشوف كمان جملة بيقول لي فيها يعني اتبعوا او اتبعوا يعني اتبعوا خطة اللعب يبقى الكلمات اللي عندي اللي اربع معناهم حاجة واحدة بطولة او منافسة او دورة اللي اتنين بيقتوا بمعنى خطة نروح للي بعده عندي بعد كده الاسماء اللي جاية دي مهمة جدا اللي هي كنا بنصنى في الافعال الالعاب الرياضية لبعض التصنيفات زي مثلا لو انا قلتلك الرياضات الجماعية ممكن بتتقال كولكتيف او دي كيب دي او دي يبقى انا كده رياضات جماعية طب اللي بعدها الرياضات الفردية طب اللي بعدها عندي حاجة اسمها الرياضات تمارس في الهواء الطلق اهي قدامك المعاني بعد كده عندي الاسبور كلاسيك الرياضات الكلاسيكية او التقليدية اللي هي زي ما انت شايف بعد كده عندي الاسبور اكستريم يعني الرياضات الخطيرة زي ما انت شايف قدامك عندي بعد كده الاسبور فيولان الرياضات العنيفة زي ما انت شايف قدامك معناها بالعربي وهو هتنسى ان عندي حاجة اسمها الرياضات الختالية اذا معاني الكلمات دي مهمة جدا ولازم تتكرر في كل امتحان سنوية عامة نروح بعد كده على الجزئية اللي بعدها اللي هي خاصة بالمعدات الرياضية والرياضات وأماكن ممارسة هذه الرياضات ودي لا يخلو منها أي امتحان يبقى هنا بيتكلم عن اسم الرياضة بيتكلم عن الاكويمان أو الأشياء أو المعدات الرياضية هنا بيتكلم في المكان التي تمارس فيه هذه الرياضات ما تعديش الفيديو ده بلقوم ما تكون حافظ الكلمات دي كلها عندي كلمة باسكتبول احتاج فيها بالان كرة كبيرة واحتاج فيها كلمة بانيه كلمة بانيه يعني ايه حتى لو ترجمت ده بكده ترجم تاني بتأتي بمعنى سلة وتتلعب فين كل الرياضات دي خلي بالك من حرف الجر تتلعب أو جيمناز في صالة الألعاب الرياضية أنا عندي عارف إن حرف الجر اللي اسمه أيو عبارة عن آ زائد ل يدخل في بعض يدوني أيو أو جيمناز صالة الألعاب الرياضية نروح لفوليبول لعبة الطائرة أحتاج فيها بالان كرة واحتاج فيها كلمة انفلي ما تنساش يعني شاباكة فرجع معايا الكلمات بتاعت الوحدة الأولى نروح لفوليبول اللي هي لعبة اليد أحتاج فيها حاجة اسمها لوبالان واحتاج هنا كلمة اسمها دو بوت يعني مرميين أو هدفين نسجل فيه نروح بعد كده لفوليبول الجودو أحتاج فيه المعدة الرياضية لو كيمونو الروب البيض اللي احنا بنلبسه الكاراتين نفس الكلام أحتاج كيمونو روب أبيض بنلبسه أروح هنا لوبادمنتون وهي رياضة مهمة جدا وواضع امتحانات سنوية عامة مغرم بالرياضات الغريبة اللي هي مش منتشرة بمصر فلوبادمنتون هي رياضة تينس كرة الريشة أحتاج فيها يعني ايه دي الكرة المخصصة للريشة أحتاج فيها راكت يعني ايه مضرب أحتاج فيها يعني شبكة مهمة جدا الرياضة دي وبيركزوا دايما عليها عندي اللي هو احتاج فيه كرة صغيرة خلي بالك ان الكرة الكبيرة مفرد مذكر الكرة الصغيرة مفرد مؤنس واحتاج فيها ترجمناها فوق يعني شبكة نروح بعد كده عند حاجة اسمها اللي هي الملاكمة احتاج فيها جونتيات أو جلافزات واحتاج فيها يعني خوزة وكل الرياضات اللي احنا بنعد عليها بتتلاقي فيه صالة ألعاب رياضية أو صالة مغطال اسمها جيمناز اروح لحاجة اسمها اللي هي رياضة التربية البدنية أو الجنباز دي اتقال عليها الجنباز ما تخلطش ما بين جيمناستيك وما بين جيمناز جيمناز صالة دي رياضة هناك مذكر دي مؤنس احتاج فيها المايودو سبور المايودو سبور يعني زي رياضي نروح بعد كده ليه لفوتبول كرة القدم تتلعب بواسطة كرة كبيرة وديو بوت اللي هي مرميين وخلي بالك بتتلعب فيه الاستاد أو تتلعب فيه الكلاب أو تتلعب فيه ما كان اسمه سير يعني على ل وعندي كلمة تيران اللي هو ملعب غشبي ضيف دي لو مش مكتوبة قدامك نروح بعد كده للرياضات اللي بعدها اذا معرفت اسماء الرياضات المعدات الرياضية اماكن ممارسة هذه الرياضات نروح للي بعدها بيقول عندي تاني هنا اللي هي كرة الرجبي نحتاج فيها الكرة المبططة واحتاج فيها كمان اللي هو مرميين وتتلعب سيرلوتراندسبور اللي هو ملعب عشبي مخصص للرياضة عندي بعدها اللي هو تاني احتاج فيها انبول يعني كرة صغيرة واحتاج فيها انراكت يعني مضرب وانفليه خلاص انت حفظتها يعني شبكة ودي مهمة جدا اللي هي كلمة كور المكان المخصص للعب التاني اللي هو ملعب مخصص للعب التاني اللي هي كلمة لو كور ركز عليها مهمة قوي نروح بعد كده للرياضة الاولى المؤنسة اللي بيتقابلنا لاناتاسيون المعدة بتاعتي لمايو دوبان زي حمام سباح العبها الابيسين وده مكان مؤنس والامير مكان مؤنس طب نروح للي بعدها كيوتسير في التزلج على الامواج احتاج فيها ايه احتاج فيها انبلانش لو خشبي وكمان تتلعب سور لامير او لو يعني على المياه او في المياه لو سيكليزم هي رجوب الدراجات احتاج فيها لوفيلو وعجلة واحتاج فيها كاسك وتتلعب سيور لارت على الطريق او سيور لباست على المدرج مدرج يعني ايه مكان مخصص كده لعبور العجل نروح للي بعدها لكورسا بي وهي رياضة مؤنسة الجارية على الاخدام احتاج فيها دي باسكت زي رياضية واحتاج فيها انتوني يعني زي رياضي بتتلعب فين تتلعب سير لاروت على الطريق برضو اللي بعدها ايكيتا سيون وتنتهي بالمقطع سيون اذا الكلمة دي في ميناء يعني مؤنس احتاج فيها لشوفال يعني حصان وتتلعب على كامبان او في مكان اسمه علي بيد روم اللي هي الساحة الوسعة اللي فيها رمل اللي بيجري فيها الخيل نروح للبعدها الاسكالد وهي رياضة ايضا مؤنسة خلي بالك لانه بيركز على الرياضات اللي مش منتشرة في مصر تسلق الجبال احتاج فيها كارد حبل ولعبها على مونتاني في الجبل اللي بعدها عند سكي اللي هو التزلق على الجليد ولكن جليد طبيعي ما تخلطش ما بين رقم 19 وما بين رقم 21 سكي على جليد طبيعي باتناج على جليد صناعي في السكي احتاج لخشب للتزلق ودي سكي اللي هي الكوتيات اللي بتزلقوا بيها على الجبل وتتلعب طبعا على مونتاني في الجبل هنا بيقول لي وركز عليها لان دي مش منتشرة في مصر لعبة الكرات الحديدية احتاج فيها دي بول دوفير كرات من الحديد واحتاج لعبها في مكان اسمه قبارك منتزهات يبقى نركز على اسماء الرياضات الغريبة اللي مش منتشرة عندنا في مصر مهمة اوي باتناج احتاج فيها اللي هي احزية فيها من تحت زي سيف وتتلعب على باتنوار في ساحة التزلق عندي هنا ركوب الدراجات الجبلية ولعبها بواسطة عجلة وخوزة وتتلعب في الجبل او في الريف هنا او هنا اللي هو التزلق على رصيف او بنروح حديقة نتزلق فيها في مجال مخصص للتزلق اللي سكيت احتاج فيه امبلانش لوح خشبي اما يتلعب بلوح خشب فيه من تحت عجل لكن اللي سكي لوح خشبي بس وتتلعب دونلو سكيت بارك فيه منتزهات مخصصة لهذه الرياضة او اللعبة الجداول اللي عادت قدامك مهمة جدا لازم حضرتك تقعد تذاكرها بالورقة والقلم وتحفظ وتخبي وتسأل نفسك هلأ انا احافظ معاني كل الرياضة والادوات بتاعتها وكمان الاماكن بتاعتها نتجه بعد كده للجزء اللي هو خاص بالحل حل على الكلمات فقط فركز معايا في الحل يفضل انك توقف الفيديو وتحل انت قابلي الكام جملة دول وبعد كده تيجي تتفرج علي وانا بحل في كل جملة انا هترجمها لك وهترجم لك الاختيارات فوانت قاعد ترجم معايا واحدة واحدة ما تستعجلش بالله عليك واتزهقش دي مراجع نهائية يعني احنا بنضغط كل اللي احنا خدناها طوال الفترة اللي فاتت فاربع اسابيع مثلا الجملة الاولى بيقول فيها ان في احنا بنمارس دولا ناتاسيون السباحة معاني كلمات يا باي بتنوارسة حتزلوا غلط استاد غلط كور ملعب للتنس غلط اخد الابيسين هي الاجابة الصحيحة اللي بعدها بيقول الشارش هو بيبحث عنه هو يبحث عنه ليه بور من اجل اولي كيفيردو تنس البالارين دي يتلعب فيها دانس الرأسة ويتلعب فيها جمناستيك الجمباز اللي هي البالارينة بلان ما يتلعبش بيها تنس لان بلان يقصد بيها كرة كبيرة اروح لكلمة بل هي الاجابة الصحة بكلمة بل يقصد بيها كرات حديدية ترجم ترجم اللي بعدها بيقول دي يعني ايه بيوقف الكرة يعني المشاهد يطرى الاربيتر الحكم لا يطرى المدرب ما الترجم يعام يطرى يعني حارس المرمى يبقى معاني الكلمات دي احنا بنشغل المفردات بحطها لك في سياس جمل عجل شان تبقى عارف معانيه الجمل الاربع بيقول لي هذا مهم جدا ما قلنهاش ولازم نقولها هنا معناها اقتراح عايز يقول يعني ده بيكون اقتراح لانشطة رياضية طيب تياتر مسرح لا مطعم لا طب سيرك لا يبقى سيكلوب دي سبور بروبوز بيقترح يبقى هذا النادي بتاع الرياضة بيقترح علينا انشطة رياضية دي الاجابة الصحة معاني الجمل مهمة والله عندي قوي على المياه على المياه احنا نستطيع ان احنا نمارس نمارس ايه الجودو لا السيرف اه تزلج على الامواج الكاراتي لا اليوجا برضو لا نروح لرقم ستة انت عارف يعني ايه كلمة بتانك لو مش عارف روح ذكرها معناها كرة حديدية علشان نمارس لعبة الكرات الحديدية الفو بيلزمني هل بيلزمني كرة ريشة ترجم هل بيلزمني كرة من الحديد دي صح كرة كبيرة مهم الحاجات دي والله بنشغل المفردات معنا المدرب سجوار انا شغل على فعل اسمه ايه محضرتك خدت من شوية انه الفعل اللي اسمه معناه يدرب و سنتروني يتدرب يبقى المدرب بيدرب لاعبيه يبقى اخد يدرب اللي هي يبقى جوار لستواغدينها ونفس الجملة دي اصلا هنا بيقول عندي عجلة انا امارس ناتاسيون سباحة سكريم اللي هي المبارزة عن طريق السيف بنسميها رياض الشيش اتنين مسكين سيف واللي المستاني بالسيف طب عندي سيكليزم صح طب عندي تينس دي تينس لا طبعا ده غلط هنا بيقول سيرلو تران تران يعني ايه ملعب عشبي عن في احنا بنمارس ايه يا كرة قدم يا ام رجبي عندك هنا ايه فوت اه يبقى كرة القدم هي الاجابة الصحيحة قولي بقى جبت من التسعة دول كم واحدة صحة وكم واحدة غلط من نفسك روح على اللي بعده اللي بعده هنا بيقول في الجملة اللي فوق هو بيتضرب انا هدفي من الحصة دي انك تعرف تترجم المية جملة اللي جاية ترجمتهم زي ما انا بترجم كده عادي عملت ده خلاص الحصة خلصت وانت ذكرتها كويس هو بيتضرب كويس من اجل نقط المتش طب الفعلي ده اسمه ايه الاولاني يرتب ترجم يبقى هو بيتضرب كويس عشان يفوز بالمتش او المباراة حداشر علشان نلعب هندبول يعني ايه بزوان اكتب عندك عندي تعبير اسمه لازم يجي بعد تعبير ده ده فلكي يلعب هند نحن بنحتاج الى يا ترى كرة كبيرة ماشي طب كرة صغيرة لا هندبول خلي بقى لك راكت لا كورد حبل لا بالله عليك ترجم امشي على كل كلمة ترجم انا بترجم اهو قدامك انا عارف يعني ايه اسكالادة جماعة انا ما بحلش جرامر انا بحل كلمات بس كل دي ليه علاقة بالكلمات ملاحش علاقة بالجرامر لكي نمارس الاسكالاد احنا بنذهب الى الجبل اه طب بنروح لصات الالعب رياضية لا طب المسين لا طب الريف لا اللي بعده تلاتاشر كور كور ده معنا ايه ملعب تنس احنا بنذهب الى ملعب التنس علشان نلعب نلعب ايه خلاص تنس طب رجبي لعبة ترجبي طب دي كرة القدم طب دي بسكت بالسلام اللي بعده بيقول لي بورفيردو لكي نمارس ايه سباحة الفعلي ده مصدره ايه مستر مصدره فعلي كان اسمه ماتر بمعنى يرتدي او يضع هنا بمعنى يرتدي احنا بنرتدي مايو دوبان زي حمام سباحة طب بسكت احزية رياضية دي مش الرياضة دي احزية مدام هي جمع طب كلمة جونت جوانتيات طب كلمة شسار يعني احزية طب اللي بعده احنا بنركب خيل بورفير اكيد بورفير ايه خلي بالك بقى منطقة شوفال بتساوي في المعنى ايكيتاسيون فان ايكيتاسيون يبقى هي الاخير طب السكالات تصلوا الجبال طب سيكليزم رياضة دي جوب عجل طب جودو اللي هي رابط الجود كل دول ماينفعوش نروح للي بعد كده عندي هنا بيقول لي جوفيرا مونتاني اونيفير انا اذهب الى الجبل في الشتاء لكي امارس اللي سكي هي اللي تتلاعب في الشتاء طبعا اللي بعدها الفو وده فعلي او الشكل ده بمعنى بيلزم بورفيردو تنس بيلزم ايه عشان تلعب تنس الفو بيلزمني عشان العب تنس 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 دي بتاعة البادمنتان تنس كورة الرش بول كورة صغيرة طب بالون كورة كبيرة طب كور ده حبل لا يبقى احنا شغالين كلمات 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 احفظ اللي بعده ما دي تكررت مرتين اوفرم كده معايا على الملعب بتاعة التنس احنا ماستطيع ان نلعب نلعب ايه باش نلعب تنس طب مستر ما تقولي الفعل ده عناية فعل اسمه بووار يستطيع الحصان بيكون مهم جدا من اجل ان تمارس الفروسية طب دي رجبي سيكليزم ايه ركوب درجات دي سباح يلا شيل جوبارت اه انا عندي فعلين يده معنى يلبس جوبارت يبقى فعل بورتي وخدت من شوية حبيب قلبي فعل اسمه مات بمعنى يرتدي فجوبارت انا بالنبس بور فرد دفوت عشان لعب كرة قدم البوت عتلعب كرة قدم بالبوت باسكت احزية رياضية مادام هي جامع طب لو عملها لي لغو باسكت مزكرة كده يبقى يقصد بها لعبة الباسكت طب كيمونو هو روب طب مايو دوبا مايو بيقول جوفي أنا أذهب بورفير لأسكالات عشان ألعب اسكالات طب عارف يعني اسكالات تصلق جبال طب نروح فين؟ إلى مونتاني طب كامبانيا يعني ريف بتنوار سح التزلق بسين يعني بسين اللي بعدها بيقولي الشر شوها بيبحث عن لوح خشبي بورفير بلونش لوح خشبي ممكن ما استخدمه إما في المية أو في السكي تنس لا طبعا كيتسيرف في المية يمشي طب بادمنتون تنس كورة الريشة؟ لا طب دولة باش أوعى من باش يعني صيد؟ لا طبعا غلط اللي بعدها بيقول لابولوني ركز بقى طلع طلع مفردات غطس أبرز أو أفضل أفضل بقول أبرز أفضل حاجة في حفظ الكلمات إن أن تشوف الكلمة في سياق جمل وأسرع حاجة تحفظ بقى الكلمات في الشكل ده المحاولة بالحل عن طريق المحاولة والخطأ تغلط فتتعلم من الكلمة بولوني يعني غطس رياضة مؤنسة ترجم الكلمات اللي دي مهمة قوي رياضة دوجليس تلجية جاري على الأقدام لا طبعا يعني ايه ناتيك مائية طب كل كتيب جماعية؟ لا طبعا يا بيه البولوني رياضة مائية أو بحرية اللي هي الحبل بيكون الحبل بيكون زي؟ ولا رياضة؟ ولا لا بالله على جملة زي ده لما تجي في الامتحان تعمل القلب فاحفظ بقى ان كلمة يعني زي؟ طب وكلمة يعني رياضة طب وكلمة يعني مكان واخد الإجابة الصحيحة يعني معدة من المعدات خدنا الكلمة دي من شوية بيقول لي يعني السلة السلة مهمة عشان تلعب ماتش بسكت طبعا روح يا بيه هات اللي بعده ماشي اللي بعده نركز صلاح صلاح بيتضرب كويس طب باللعلك مش لسه ياخدين واحدة زي دي بالظبط يبقى صلاح بيتضرب كويس عشان يكسب المباراة طب اترابي يمسك يا مستر طب ناجي يسبح يا مستر طب كورير يجري يا مستر ترجم الأفعال 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 طب اللي عليك مش خدنا كلمة كومبتسيون يعني ايه؟ يعني منافسات انت سوف في هزي المنافسات انت سوف تمارس؟ لا لانسي تحدف او ترمي؟ لا سيفلي تصفر؟ لا يبقى بارتيسيب بيه يعني ايه بارتيسيب بيه؟ تشارك لتخلط ما بين بارتيسيب بيه؟ تشارك وبراتيك يمارس خلي بالك التنس افك انبول بواسطة كرة صغيرة ايدورا كات بالله عليك انا عايز اقول التنس تلعب ولا التنس تلعب بواسطة كرة ومضربين اكيد تلعب تلعب يبقى فيه سوء قدام الفعل فده كده ما ينفعش لانه ده يلعب وده ما ينفعش لانه يمارس فاضل واحدة من الاثنين ده مصدر استبعده انا عايز حاجة متصرفة يبقى التنس تلعب بواسطة كرة ومضربين وده تقدر تستخدمها حضراتك في المقالي لما يجي يقولك اتكلم عن رياضتك المفضل عمر يا عمر بسرعة جدا لكي تكون الاول عايز يقوله ايه عمر يجري بسرعة طيب معاني الاربع كلمات دي مهمة جدا الفعل اللي اسمه مارش ده يتشال اول واحد بياتب معنا يمشي جميل طب عمر كورير الفعل الاولاني ده مصدر استبعده طيب عمر ده لما يصرف يصرف الفعل معك انه ايه لو قال يبقى ااخد اللي هي اخرها تي طب كوري اللي بعدها لا كوري اللي بعدها دي بتأتي بمعنى يجري مع المفضل المذكر او او ازف مع الضمير اللي اسمه جوتي كورة الطايرة تمارس تمارس كورة الطايرة بتتلعب بالدماغ لا وبي بالقدم لا بتتلعب بالساق لا كورة الطايرة اه بتتلعب باليد اللي بعدها بيقول في الصالون احنا بنلعب كارت الفعل جواه مع الالعاب الزهنية والعقلية يدبع با يو اكس ما ده من الرياضة دي جمع الكارت اللي هي كوتشينا طبعا لو هاخد دي كان لازم يبقى فيه فير ولو هاخد دي كان لازم براتيكة وقف على الميول لا طبعا مستبعدة تماما سيتون كورد اه انه بيكون كورد يعني حبل اه حبل الايه للجري لا للسباحة لا للتسجيل لا سوتة ده بيكون حبل من اجل السوتة القفز عشان تقفز بتنسك اللي هو كورد او حبل تمانية بيقول فيها تونو بريفيربا انت لا تفضل فير هو هنا النفي واقع على فير لا ده واقع على الفعل الاولاني وفيه قاعدة بتقول لو الجملة فيها فعلين الاداة تتبع الفعل التاني اللي هو فير يبقى ما تحولش الى دواء ودواء بصرف ابعد يبقى دو دي مستبعدة ولو مستبعدة والكلمة اللي عندي كارتيا مذاكر يبقى اخد دي يو اللي هي التالتة لو كافاييه ما الترجم يا عم منا انت زهيت الفارس في بيمارس السيكليزم عجل لا ايكيتاسيون في روسية اه معانا الكلمات دي تعمل القلق جامل باتيناج تزلج عالجليد اسكالاد تصلق جبال جينوفيبا ده في واقع على فير حاول الى دو يا حبيبي او دو ابو صرف يبقى اخد التالتة لو فوتبول كورت القدم سوجو تلعب مش يلعب كورت القدم تلعب بالاقدام هنا اعمل اضغام فاقول ايو اكس بي الاقدام عندك ايو اكس اه نكمل اللي بعده هنا عندي بيقول انا اذهب الى الاستاد عايز برضو معاني افعال لكي اشاهد المباراة صح طب ازور لا طب فار افعال او امارس لا طبعا كل الدول غلط اخويا بيحب السباحة اليه انبان هو بيحب السباحة هو بيكون ايه جيد فنان لا لاعب لا سباح بتكتب معنى فارس ما تزهقش ارجوك ميكو بان مو كور الي او كلوب زميلي حاجة انا ده انا لكي نذهب الى النادي بينادوني بينتظروني صح طب ده تصريف ما يمشيش طب بياخده لا ما ينفعش يبقى زميلي ينتظروني انا لكي نذهب الى النادي وده فعلي لو عايز تعرف مصدره فعلي مجموعة ثالتة كان اسمه بمعنى ينتظر الي تحتها بيقول هنا احمد توجور دائما ساركت يا ترى احمد بران ده ما يمشيش كتصريف لان احمد ده هيتم تصريف الفعل معاه كأنه ايه لو قال بالزبط والتصريف الاولاني جنان على الجو او التي احمد فرب بيطرق يطرق اللي هو يخبط مضربه لا بيلعب مضربه بينسى يبقى الفعل اوباي معناها بينسى بينسى دايما المضرب بتاعه الوشيامونج الكلب بيأكل الكلب بيأكل جاتو لا ما حصلش بيأكل بيتيستفاهات او طراهات لا كراكات اللي هي كتا اللحم صح فروي فاكهة لا طبعا ترجمة الكلمات مهمة او اي كلمة مش عارفها هاتها برا ومرتين تلاتة اربعة بالقلم خلصت اذهبوا بسرعة لكي تمارسوا الكرة لكي تشجعوا الكرة لكي تمارس الكرة ولا لكي تمسك الكرة يبقى يعني اذهبوا سريعا لكي تمسكون الكرة هي الاجابة الصح هنا في سبع بيقول لي الاربيتر الحكم لكي ينهي المباراة سيف لي معناها يصفر يحكي سوري يضحك يعني يأخذ ودي الاجابة الصحيحة نروح للي بعد كده عندنا هنا بيقول أنا اذهب الى مركز الوسائط والمعلومات من اجل اللي كي يسير انترنت الاولانية معناها تسبح معناها تستعير لكي تستعير انترنت لا تنظم انترنت يعني لكي تبحر او تتصفح على الانت في على الانت شاك برسون كل واحد بيعطي رأيه على ايه على الانت على شعار لا يعني فورمة او منتد على الانت ولا بستس كلاب المدرج للدرجات ولا كلمة جينري دي مش شايفها مش شايف بقيتها جينوفيبا انا لا امارس دي بتكون رياضة عنيفة او خطيرة انا لا امارس يعني هبوط الشلالات التنس بتكون رياضة شيقة جسوي انا اكون يعني مع يعني ضد يعني آسف وملاد يعني مريض اللي بعدها بيقول لكي تمارس الاسكالات لكي تمارس الاسكالات تسلق الجبال يجب ان نكون معه مدرس ولا حكم ولا ممثل الكلمات 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 الام سفي اطفالها الى الزو بحضرقة الحيوان يا ترى الام بتذهب اطفالها تفكر اطفالها معناها بتستعير اطفالها ولا ترافق اطفالها الى حضرقة الحيوانات رياضات الخطيرة بتعطي مشاعر جديدة مشاعر يعني رأي المعنى الصحيح مشاعر عشان تلعب فور ملا وان احنا محتاجين الى سيارة فور ملا وان طبعا هي سباق السيارات عايز اقول انا اجد الفعل يجد هنا والفعل الاسمه طب ده يعني يذهب برمي معناها يسمح اللي بعدها اثناء الانشطة الرياضية المدرس بيكون منزعج من التلاميذ ولا بيراقب التلاميذ ولا لي بيقرأ ولا بيطرق التلاميذ لا طبعا بيراقب تلاميذه اثناء الانشطة الرياضية نروح للبعده بيقول هنا نو نقط دو نوفيل سونساسيون عايز يقول نحن نكتشف يبقى دي كوفغان دو نوفيل سونساسيون احنا بنكتشف مشاعر جديدة بابا بابا موادو فيردو دلتا بلان بابا انت بتأذن لانا نلعب دلتا بلان هصرف بناء على جملة امرية امر مع تشيلا ان الولد بيكلم بابا تبقى برمي ولو عندي مع الفو برضو تنفع صح انت تحب لنوفيل لنوفو رومان انت تحب قراءة الروايات الجديدة طبعا فعلا اولان مصرف الفعال التاني لابد ان يكون مصدر الوالدين يجب ان يرقبوا ابنائهم هصرف الفعل ده مصدر وفعل كان اسمه دوفوار وهو من اهم الافعال بتاعت الوحدة معناها يجب حضرتك بتكون معه ولا ضد فهنا حط كلمة ضد وهنا حط كلمة معه يبقى تكون تصريف الفرباتر يبقى فو زت مصطلحات فانا عندك فو زت اهي اللي بعدها بيقول لماذا انتم لماذا انتم ترفضونا دعواتي هصرف بولان على الفو يبقى اوعى تفكر وانت عب تتفرج على الفيديو اللي هينزلك ده انت هتبقى موصول انت هتبقى زهقان ومتقدر ما انت عايز تدخل كم معلومات رهيب لدماغك فمن فضلك لو ما قدرتش تاخد الفيديو كله قسمه على اجزاء وخلص الحاجات اللي فيه نروح بعد كده على الجملة الاولى الجمباز بتكون رياضة اكستريم خطيرة لا كلاسيكية صح مائية لا كولكتيف جماعية لا طبعا انفيدو البوكس بنلعب بوكس بوسطة ليونيت ندارات شوسير احزيه كرة مخصصة لعبة كورة تينس كورة ريشة يمارس فيه يمارس في ايه المياه ماشي طب لاكور ده معنى فناء فناء طب جمناس صلت العمر يا ضيه اطف الهواء لا طبعا سيت التي هزا الصفت هو 300 على مير كل عيلة هتذهب الى البحر بورفير لكيتمارس ناتاسيون سباحة طبعا السكي ده تزلج كيتاسيون فروسية اللي هو تزلج على الجليد الصناعي في الشتاء نحن نذهب الى الجبل بورفير لكيتمارس مش تنس ولا سكران اللي هي المبارزة عن طريق الشيش ولا فيول يبقى تايران طبعا المكان اللي بنعمل فيه ايكيتاسيون بنركب فيه خيل احنا بنمارس تنس بولوني بوكس لا طبعا ايكيتاسيون اللي هي فروسية بورفير دو تنس اللي كيتمارس تنس احنا يجب علينا ان نذهب الى ده الملعب الخاص بالتنس وقلنا مهم جدا ده طبعا صحة تزلج ملعب عوشبي ما الدرج مخصص للعجل او الدرجات يجب ان نرتد لما نجي نلعب درجات جبلية كيتسيرف تزلج امواج كاراتي طبعا رافتنج اللي هي ركوب الزوارق المطاطية لا بورفير دو لكي نمارس ايه بيلزمنا ان مونيتور المونيتور ده مدرب مع لعبة خطيرة يبقى نتجه بعد كده جزئية عندنا يركز فيها شوية مهمة جدا بيقول هنا دكار عنديك يعني موافق ده اشارة لايه الكلمات دي مهمة جدا اشارة لانفيتاسيون يعني دعوة ولا اكسبتاسيون قبول ولا رفيوز رفض ولا بروبوزيسيون اقتراح معانا الكلمات دي مهمة يبقى دعوة قبول رفض نشاط اه او اقتراح اسف عشان نرفض احنا بنستخدم ايه اقول مش موافق اقول طبعا نو سوبر يعني رائع ساتودي اللي لأمك قوي ناسبك بكل سرور لا طبعا بور سو اكس كيوزي لكي تعتذر احنا بنستخدم اعتذر اعتذر اقول بردن طبعا اسف يلا نروح للاستاد دي طريقة من طرق الاختراحات معنى كلمة اقتراح اين هو بوزيسيون طب دي يعني اوردر طلب طب دي يعني رفيوز رفض طب دي يعني اكسبتاسيون موافقة لكن لما اقول لواحد جملة بتبدأ بالضمير او جملة امرية بتبدأ بالضمير اللي اسمه نو اعملها بالشكل ده يبقى دا اقتراح احنا بنقول لما لا عندما عندما نقبل لي لا تجي معاي السينما لي لا دا ترفض دا تدعو دا تشكر هنا بيقولي بوردن اين كوز لكي تعطي السبب كوز يعني سبب او تفسير احنا ما استطيع ان نقول لأ شكرا كده انت قلت سبب او تفسير لأ طب قلت جسوي ايكوبي انا مجغول اه قلت سبب الرفض بيانسير لأ ديزولي طبعا لا سبعة بيقول فيها بور اين اكتيفتي بور نقط نشاط اون دي اه اه لو كنترير ضد جسوي كنتر لما اقول جسوي كنتر يعني انا اكون ضد اختراحك العكس بقى جسوي كنتر ايه جسوي بور انا معا انا لا استطيع انا اتراجع انا معا هي صح ام بوسيبلي مستحيل لا طبعا جسوي بيان انا اريد جدا ايه و بيوعطو لا ميم سان نفس المعنى لما اقول لك انا اريد جدا واقول كمان جويه انفي لان انت عارف ان في عندنا تعبير اسمه افوار انفي ده التعبير ده معناه انا ارغب فيه يبقى لما اقول انا اريد جدا يبقى انا ارغب فيه لكن جو ريجريت انا اتراجع جنوب با انا لا استطيع جنوب با انا لا احب اخر حاجة بور برو بوزي سواء الاخير لكي تقترح انك تبتي نشاط ام بو دير طرق الاقتراحات يا شباب اقول سا فو دي يناسبكم انتم ده اجابة صحيحة سا فا بيان ده بتعبر عن الحالة الصحية سا موفيب ليزير هزا يسعدوني لا انت اللي بتقترح على واحد سوني با بيان ده ما بيكونش بخير لا طبعا كده بنكون انهينا حصة المراجعة الاولى الخاصة بالكلمات حصة طويلة شوية ربنا يعينك عليها قسمها على يومين لكن اهم حاجة اوعى تأجل ده اخر مرة هنقدر نلم فيها الكلمات ودي تعتبر كلمات وحدة كاملة يعني تقدر تتفرج على الفيديو طوال الاسبوع اهم حاجة جنب الكراسة وبتطلع الكلمات الصعبة كده بنكون انهينا الحصة الاولى عندنا اشوفكم ان شاء الله في حصة يوم اللي اتنين والسلام عليكم اشتركوا في القناة